السلام عليكم على بعض مبادئ وخصائص الحكم الديمقراطي كذلك من خلال النشاط الثاني رأينا كيف نضع مفهوم الديمقراطية ضمن مرجعيات حقوقية متعددة إذن طلعنا على المرجعية الدينية كذلك المرجعية القانونية الوطنية والمرجعية القانونية الدولية من خلال النشاط الثالث أقارن بين النظام الديمقراطي والنظام الديكتاتوري إذن أتعرف مفهوم النظام الديكتاتوري وبعض خصائصه إذن الوثيقة 1 ألف الديكتاتورية في مفهومها العام هي نظام سياسي يرتبط بشخص واحد يستمد سلطته من ذاته من حيث هو شخص وليس من حيث وظيفته إذن هذه موسوعة إنيفيرساليس 2000 الوثيقة 1 باء وهي نص تظهر الدكتاتورية في الأنظمة التي تخول لحزب واحد احتكار العمل السياسي ويخول الحزب الحاكم لنفسه احتكار وسائل القوة والدعاية والإنتاج هذا النص لريمون أارون الديمقراطية والحكم الشمولي غاليمار يعني صدر سنة 1965 إذن أسمي نوع الحكم الوارد في التعريفين إذن هذا نوع الحكم نوع ديكتاتوري إذن هذا هو الحكم الدكتاتوري أستخرج المبادئ التي يقوم عليها هذا النوع من الحكم إذن الحكم الدكتاتوري يكون مرتبطا بسياسة الحزب الواحد وسلطة الشخص الواحد إذن يستمد سلطته من ذاته السلطات تستمد من ذات الشخص وليس من وظيفته إذن هذه هي الدكتاتورية وتصل أحيانا إلى عبادة هذا الشخص وخير مثال على ذلك النظام الكوري الشمالي النظام كوريا الشمالية يعني نظام دكتاتوري بامتياز نظام يعني يؤله الحاكم بشكل فضل بشكل ما شاء الله بشكل يخالف المنطق كذلك تعريف تعريف باء هنا يبين لنا احتكار الحزب الواحد احتكار الحزب الواحد وبتالي يتسبب ذلك يعني في نشوء نظام دكتاتوري اقترفه تعريفا لهذا الحكم في ضوء المبادئ التي توصلت اليها إذن الحكم الدكتاتوري هو تغييب إرادة الشعب يعني يمكن من خلال النشاط الأول ونشاط الثاني في هذا الدرس إذن يمكن القول بأن الحكم الدكتاتوري هو تغييب إرادة الشعب ورأيه وبتالي يكون رأي شخص واحد يفرضه على الجميع دون الرجوع لأحد إذن هذه هي الدكتاتورية أقارن بين النظام الدكتاتوري والنظام الديمقراطي انطلاقا من بعض العناصر تلوتيق جوج جدول للمقارنة بين النظامين الديمقراطي والديكتاتوري إذن عناصر المقارنة وأسئلتها لمن تكون السيادة إذن لمن تكون السيادة في النظام الديمقراطي تكون السيادة للشعب تكون السيادة للشعب عن طريق الانتخابات طبعا في النظام الدكتاتوري لمن تكون السيادة تكون السيادة للفرض للشخص والذي يقرر والذي يسيطر والذي يمتلك كل شيء في البلد هذا تكون السيادة لفرض واحد كمثال كوريا الشمالية السيادة للرئيس الكوري الشمال والذي تحول إلى نظام وراتي مع أنه يدعي أنه نظام شيوعي ديمقراطي لكنه تحول إلى نظام وراتي تحول إلى نظام وراتي إذن الجد سلم الحكم إلى الوالد والوالد سلم الحكم إلى ابنه مهزلة حقيقية ويدعون أنهم ديمقراطيون ما مصدر المشروعية؟ إذن في النظام الديمقراطي مصدر المشروعية الانتخابات تعتبر مصدرا للمشروعية إذن مصدر المشروعية هو يعني أصوات الناخبين أصوات الناخبين هي مصدر المشروعية في النظام الديكتاتوري مصدر المشروعية هو الشخص هو صاحب المشروعية وهو الذي يقرر ما يشاء كيف يكون المشهد الحزبي؟ إذن في النظام الديمقراطي تكون هناك تعدد في الأحزاب هناك تكون تعددية حزبية في النظام الديمقراطي في النظام الديكتاتوري هناك حزب وحيد وأوحد يعني و كما قلنا النظام الكوري الشمالي هو نموذج على هذا الوضع الحزب الواحد يعني هو نموذج على النظام الديكتاتوري كذلك لدينا الصين أيضا يحكم فيها حزب وحيد والصين نظرا لأنها تعتبر بلدا مترامي الأطراف ووضعية ديكتاتورية في الصين يعني تشكل خطرا على العالم يعني تشكل خطرا على العالم إذن كيف يكون واقع الحريات والحلول السياسية إذن في النظام الديمقراطي يعني تكون يعني الحلول السياسية الأغلبية تتمكن الأغلبية هي التي يعني يكون في يدها اقتراح الحلول السياسية في النظام الدكتاتوري تكون هناك أقلية تكون هناك الحاكم ومن يدور في فلكه هم الذين يسيطرون على الحلول السياسية من المستفيد من الحكم المستفيد من الحكم في النظام الديمقراطي الجميع الجميع يكون مستفيدا من الحكم كل حسب إمكانيته وحسب موقعه لكن في النظام الدكتاتوري المستفيد من الحكم يكون الحاكم وحاشيته فقط مثلا كان موذج كوريا الشمالية مستفيد من الحكم الحاكم فقط وحاشيته أما بقية الشعب في فقر مضقع في حياة بئيسة يعيشها الشعب الكوري الشمالي المستضعف للأسف ما الأدوات والأساليب المستعملة في النظام الديمقراطي الأدوات والأساليب يعني هناك الانتخابات أيضا هناك الصحافة يعني أيضا الصحافة هناك أيضا القضاء يعني هناك استقلالية دي الصلط إذن هناك أساليب متعددة مستعملة في النظام الديمقراطي أما في النظام الديكتاتوري فلا يوجد هناك شيء آخر غير القمع إذن أن تقبل بما هو موجود أو أن تقمع يعني ألقى مع طريق القتل السجن يعني في كوريا الشمالية مثلا يعني القتل مباشرة يعني أي معارض أو أي شبهة معارضة يعني تواجه بالقتل مباشرة يعني بالتالي فالوضع في كوريا الشمالية يعني حقيقة لا يصدق يعني وضع غير طبيعي يعني درجة أن حتى السياح حتى السياح إذا عبروا عن رأي ما أو إشارة ما أو شيء ما يتم محاكمتهم وقد يقتلوا حتى السياح شيء غريب غريب ما يحدث في كوريا الشمالية أنقل الجدول إلى دفتري أعبئه بما يناسب مسترشدا بالأمثلة الواردة فيه إذن وهذا ما قمنا به أعتمد في تعبئات الجدول على مختلف الوطائق والأنشطة التي وردت في الدرس يعني وهذا ما فعلته بالضبط يعني حاولوا أن تعيدوا الاستماع إلى ما قلته وتسجلوا يعني ملاحظاتكم في هذا الجدول هذا من نسبة للنشاط الثالث ننتقل الآن إلى النشاط الرابع أتدربوا على القيام باختيارات مسؤولة في حياتي اليومية إذن الإختيار المقترح انتخاب مكتب الجمعية المدرسية بإعدادية إذن ننتخب مكتب الجمعية المدرسية بإعدادية أتهيأوا للقيام باختيار مسؤول أطلعوا على مقتطفات من قانون الجمعية المدرسية بإعدادية أقرأوا بنود هذا القانون وأتعرفها أناقشها مع زملائي وزاملاتي في الفصل الدراسي أبدي رأيي فيها أقبلها كليا جزئيا أرفضها كليا أو جزئيا أتحفظ عليها كليا أو جزئيا إذن هذا مسألة دي كيف نختار مكتب الجمعية المدرسية بإعدادية إذن كذلك أتعرف هيكلة مكتب الجمعية ومهامه إذن الرئيس يصهر على تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المكتب كذلك نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في أداء مهامه عند غيابه هناك أيضا أمين المال يشرف على مداخيل ونفقات المكتب كذلك مستشاروه لهم دور استشاري عند اتخاذ القرارات أتعرف المترشحين لشغل هذه المناصب أتعرف المترشحين وكيفية اختيارهم أطلع على برنامجهم وأناقشه ثم أمارس اختياري بكل اقتناع وحرية أشارك في تنظيم القاعة التي سيتم فيها التصويت أقوم بالتصويت بكيفية شخصية وسرية أشارك في عد الأصوات وتعبئة محاضر النتائج بيانات تتضمن جردا لنتائج التصويت إذن هذه الخطوات المذكورة هنا عندما نقوم بإنجاز هذه الخطوات بالتالي نكون قد كوننا مكتبا للجمعية المدرسية بإعداديتنا وهذا تدريب على السلوك الديمقراطي والسلوك الانتخابي يعني بداية من الإعدادية إلى الحياة العامة إذن أدعم تعلماتي بالمشاركة في انتخابات أعضاء مكتب الجمعية المدرسية أكون قد عبرت عن رأيي بكامل الحرية وساهمت في الحياة الجماعية بأسلوب ديمقراطي إذن بالفعل قيامنا بهذه الخطوات كلها إذن هكذا نكون قد عبرنا عن رأينا بكامل الحرية وساهمت في الحياة الجماعية بأسلوب ديمقراطي إذن كان هذا هو الدرس الأول من الدورة الثانية الدرس القادم هو الدرس الثاني من الدورة الثانية عنوانه السلم يعني وهو الدرس التامن في مجموعة الدروس التي سوف التي طلعنا عليها إلى حد الآن بخصوص مكون التربية على المواطنة بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الإعدادية إذن نلتقي في الدرس المقبل وهو درس السلم يعني إلى ذلك الحين أشكركم على حسن ستتبعكم وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر